أفقا لمذكرة التفاهم ستعمل مجموعة الصين للإعلام واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 على تعميق التعاون والترويج لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بقوة عبر منصة المجموعة وسيتم إنتاج تقارير خاصة عن الألعاب الأولمبية في باريس وغيرها والتركيز على موضوع من بكين إلى باريس لسرد القصص الأولمبية للمدينة الأولمبيتين ويصادف العام المقبل الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بصفتها مؤسسة البث الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس لعام 2024 سترسل مجموعة الصين للإعلام فريق إنتاج وبث يضم أكثر من ألفي شخص لتقديم خدمات سمعية بصرية من الدرجة الأولى للأحداث الأولمبية لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم وقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبيا دي باريس 2024 توني ستنغي إن مجموعة الصين للإعلام هي محطة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التي نفذت معظم مشاريع إنتاج الإشارات العامة الدولية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ويعتقد أن المجموعة ستجلب تجربة سمعية بصرية لا مثيل لها للجماهير العالمية باحترافية ومعايير عالية